مئات المسلحين من ميليشيا تطلق على نفسها اسم ربع الله تنتشر في أحياء بغداد وتقطع الطرق الرئيسة وتحاصر المباني وتقرأ البيانات وتوجه التهديدات لمن تشاء في مشهد يمرغ أنف هيبة وسيادة الدولة التي يتحدث عنها رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي ويعيد بين فترة وأخرى بإنهاء المظاهر المسلحة وتحجيم الميليشيات الخارجة عن القانون إلا أن تلك الميليشيات باختلاف مسمياتها تثبت في كل مرة أن سطوتها أعلى من الدولة القوات الأمنية التي تعتقل الأبرياء هنا وهناك لم تحرك ساكنا لرجع هذا الاستعراض المهين لها والذي جرى أمام أنظارها ولم تعمل على منعه وفقا لوكالة فرانس برس بل إن الكاظمي قال بأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقل صور مبالغا فيها بشأن استعراض ميليشيا ربع الله وأن الأمر أخذ أكبر من حجمه على حد تعبيره في محاولة منه لحفظ ماء الوجه اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي قالت إن الاستعراض المسلح الذي نفذته ما تعرف بميليشيا ربع الله في بغداد يظهر بشكل واضح حقيقة العملية السياسية في العراق التي أسسها الاحتلال من هذه الميليشيات بعد أن استخدمها في تنفيذ مشاريعه التدميرية ضد العراق وشابه وأضافت اللجنة أن الاستعراض لم يكن الأول من نوعه للميليشيات الموالية لإيران كما كشف للعالم أكذوبة الديمقراطية وحقيقة العملية السياسية الحالية اليد الطولة في العراق ما بعد الغزو الأمريكي والهيمنة الإيرانية التي أعقبت باتت للميليشيات الموالية لطهران بحسب قسم حقوق الإنسان التابع لهيئة علماء المسلمين في العراق الذي وثق أكثر من خمسين انتهاكاً اجتمل على الاغتيال والقتل والاغتطاف والتغييب القسري للفترة منذ الأول من شباط الماضي وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري فقط اعتراف الكاظمي بأن العملية السياسية تعاني من الصراعات على السلطة أكثر من الصراع على بناء الدولة ويشير بشكل واضح إلى السير نحو الهاوية في ظل تلك المعطيات التي تقود بالعراق وشعبه إلى مستقبل مجهول